السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في حلقة جزيلا حلقات الساعة باللغة العربية. المحاضرة رقم 91. وفيه تنبيه مهمة في الاول ان المحاضرة دي هي اخر محاضرة في اللي احنا بنشرحها من من خان اكاديمي. لو حد فيكو عمل اكاونت على خان اكاديمي هيعرف ان احنا من ساعة بدأنا المحاضرة رقم 51 لغاية 91 لقينا او كان فيه بالتحديد 40 قسم جوه خان اكاديمي او واحد وابعب بقى بضبط فاحنا عملنا من ساعة من محاضرة 51 الواحد وتسعين عملنا الواحد وابعين قسم وبالتالي احنا المحاضرات الجاية من بعد 91 اللي هو من 92 لغاية مية هناخد كده مسائل متفرقة من الاقسام دي كلها بشكل عام. فدياس هي اخر محاضرة في الاقسام اللي هي المؤركزة في خان اكاديمي ومن المحاضرة جاية ناخد مسائل ايه متفريقة من كل حاجة. جميل. النهضة نتكلم عن ما يسمى الكمبليكس نمبر للارقام او الاعداد المركبة وهي الخاصة بروت مينس ون. اكيد بعضوكو او اغلابكو سمع عنها ببساطة بقول هي روت مينس ون. والروت مينس ون اللي هو ما يسمى الامجنالي نمبر عشك يتسمى الاي. فالاي هي الروت مينس ون. اذا انا عندي اي رقم هو الريال. الريال هي الاقام العادية. صفر واحد ثالثة روت الخمسطاشر حاجة كده. او يعني هو الروت مينس ون. الكمبليكس نمبر الاقام المركبة او الاعداد المركبة هو المزيج بالنو ده. فانا لما قلت سبن. مينس فايف اي ده كده يبقى اسم كمبليكس نمبر. لو قلنا ثري اي ده اسم كمبليكس نمبر. مينس تولف اي بلس فايف وهكذا. جميل. الكمبليكس نمبر ديها مجموعة من التعاملات او المعالجات اللي ستاخذ باك منها. اهم قاعدة حطاب فالك ان اي سكوير ايكوال مينس ون. وده الاساس التعشرين تعالى. لان احنا قلنا الاي هي روت مينس ون. اذا اي سكوير هي مينس ون نفسها. الكمبليكس نمبر احنا هناخد. يا اما الجمع يا اما الطرح يا اما الضرب. الاسمة ما ظنش علينا الوقتي ما شفتش لها مسائل. لو شفت مسائل احاول اشرح. بس ما شفتش مسائل لها في الاس اي تي متعلقة باسمة الكمبليكس نمبر. الجمع امر زه. لو انا عندي مثلا ثري مينس فايف اي بلس تولف اي مينس سفين. عايز اجمعهم. ببساطة اجمع الريال على الريال والكمبليكس على الكمبليكس. او الاماجناي على الاماجناي. بس كده. فين الريال عندك ده? وفين الريال هنا ده? تلاتة ومينس سبعة مينس ربعة. اجمع الاماجناي على الاماجناي مينس 5 اي وبلس 12 اي وبلس 7 اي. خلصة مسألة. ده كده الجمع. جميل. الطرح هي هي نفس ان اقول 12 مينس 17 اي. مينس. مينس 5 اي مينس 20. نفس الموضوع. اطرح ده من ده وده من ده. 12 مينس مينس 20 يعني 12 بلاس 20 يعني بلاس 8. مينس سبنتين. مينس مينس 5 اي. يعني كان يبقى مينس سبنتين بلاس. مينس 20 اي يعني. بلاس 5 اي وكان يبقى مينس 12 اي. سهلة. وبالتالي كده احنا ايه? احنا عملنا جمع الطرح. الحاجة اللي بتبقى اصعب شوية بها انها مش صعبة على حاجة هو الضرب. والحياة الضرب مفروش ايها حاجة جديدة. انت بس الحاجة اللي هتاخد بالك منها انها هتطلع لقيمة اي سكوير ولا هتحويها المينس واحدة. وبالتالي يقول لك مسلا ايه? 2 اي مينس 5. مضربة. فمينس 3 اي بلاس 7. فاللي يحصل كالتالي. تعا بس نعمل دايب ايه شكلها كويس. اللي هعمله كالتالي. 2 هضرب الاول في الاول. والاول في التاني. والتاني في الاول. والتاني في التاني. تعا نعملها. الاول في اول. 2 اي. فمينس 3 اي. ركز معي. 2 في مينس 3 اصلا بمينس 6. اي فى اي با اي سكوير. جميل. الاول في التاني. 2 اي في 7. بلاس 14 اي. التاني في الاول. مينس 5 في مينس 3 اي. مينس 5 في مينس 3 اي. بلاس 15. واحد في اي با اي. اللي بعده. مينس 5 في بلاس 7. مينس 35. وبعدين. قلنا الاي سكويرب مينس 1. فديك بمينس 1. مينس 1 في مينس 6. بلاس 6. هي دي النقطة المهمة. فهيبعان لده كده. 6. وعندك مينس 35. اي واحد انسى. بلاس 14 اي بلاس 15 اي بلاس 29 اي. 6 مينس 35 بمينس 29. اذا الحل الاخير مينس 29. او بلاس 29 اي وهكذا. سهل يا جماعة. دي حالة الضرب. بل ان لو عندك باور لها. بنفس الفكرة. فانا عندي مثلا. سري. مينس 9 اي. الكل سكوير. انا اصلا لو عندي ترم زكاة سكوير بعمل ايه. بقول اول سكوير. بلس التاني سكوير بلس الاول في التاني في التنين صح. فهو الاول سكوير. 3 سكوير بكام؟ 9. التاني سكوير يعني مينس 9 اي الكل سكوير. لو قلت مينس 9 اي الكل سكوير. مش معناها منس نين دو واحدة سكوير فاي سكوير أيوة منس نين سكوير ببلس ايتي ون اي سكوير مينس ون اقوعة ننسى جميل دك الاول سكوير التاني سكوير الاول في اتنين الاول في تانين في اتنين تلاتة في مينس اسعة بمينس سبعة وعشرين في 2-54-54 حيطلع عندي 9 و 81 يقوم بتقريباً 9-81 يعني كان 72-72 وعندنا كان . سهلة هذه نوعية المسائل التي تأتي غالباً سنبص المسائل بأكاة سهلة خلاص. اول حاجة. minus eight plus four i times one minus i. which is the following is equivalent to to the complete number shown above where i equal minus root one. i equal minus root one. sorry root minus one. ماشي. ببساطة. minus eight plus four i. مضروبة في one minus i. اللي احنا قلنا ما شو هي. اضرب يا ريس. الاول في الاول. الاول في التاني. التاني في الاول. التاني في التاني. واحدة واحدة كده. الاول في الاول. مينس eight في بلاس one. مينس eight. الاول في التاني. مينس eight في مينس i ببلاس eight i. او عادت لغبة. اللي بعده. التاني في الاول. four i في one. بلاس four i. التاني في التاني. four i في مينس i. four i في مينس i. المفروض. مينس four i square. صح. يعني مينس four i square. ال i square نفسها ببلاس one. بلاس one. مينس one. مينس one مضروف مينس four. ايه بلاس four. سهلا. فالناتج نهاية هيكون. مينس eight عندي. وبلاس four. بكم مع بعض. مينس four. eight i. و four i. بلاس twelve i. هي دي. اللي هي دي. سهلا يا جماعة. دي الكمبليكس نمبر. او عاد يطلقها فيها. المساءة التانية. four plus i. كل سكوير. which is the following is equivalent to a complex number. مين من دول المكافئة لها. نفسك. نفسك. four plus i. الكل سكوير. زي ما قلنا. الاول سكوير. four square becomes 16. plus eight square. i square. اللي هي مايس one. plus الاول في تاني في اتنين. four for i. في اتنين. هي بلاس eight i. جميل. fifteen ومينس one. بلاس. سيكستين ومينس one. مع بعض. fifteen. fifteen plus eight i. اللي هي دي. بس كده. مساءة اللي بتاخد شوقت. محتاجة بس شوية تركيز. اللي بعده. eight مينس two i times four مينس two i. which is the following is equivalent. كذا كذا. نفس نفسك. هقول الاول في الاول. اول في التاني. التاني في الاول. التاني في التاني. فهقول ان الاول في الاول. eight times four three two. الاول في التاني. eight. times minus two. minus sixteen i. التاني في الاول. minus two times. minus two i times four. منص إيت آي آي منص 2 آي منص 2 آي منص 2 في م pai ثم فور وفور وبعدين هلاقي فور في م منص one منص مون منص فور هجمحها 3 إيجب دول حتى انظر ال вли ثم ومنص 24 خلصة مسألة اللي هي دي. سهل يا جماعة. فاحنا كاي شفنا نمازج من جمع او طرح او ضرب الكمبيكس نمبر بالشكل ده. ويعني لو انت حاليت اكتر هتلاقي الدنيا بقت اوضح معك ان شاء الله. زي ما قلنا احنا كده كمحاضة 91 احنا خلصنا كل الموجودة في خان اكاديمي. بدايتها من محاضة جاية من 92 لغاية المحاضة الخامية اللي هنعمله ان احنا هنحل مسائل متفارقة من كل الشابتر بحيث كل محاضة يكون فيها 3 او 4 مسائل ان شاء الله. ربنا وفقكم يا رب نشوفكم على خير والسلام وعليكم ورحمة الله.